السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعيني جميعا على قناة كل يوم موقع جديد وموقع جديد ومفيد على قناتنا موقع النهاردة هو موقع تيربو سكرايد دوت اي اي هذا الموقع من المواقع اللي فعلا عجبتني جدا وحبيت ان انا اطلع اتكلم عنها وحتكلم النهاردة عن الخطة المجانية فيها وهي من مواقع تحويل الصوت الى نص الاوديو الى تيكست من خلال هذا الموقع الرائع اللي هنشوفه النهاردة الموقع ده في خطة مجانية ممكن تستخدمها ممتازة وبشكل يومي وحنشوف مع بعض امكانياته عاملة ازاي اولا هتخش على موقع تيربو سكرايب دوت اي اي وحتبتدي تقوله ستارت ترانسسكرايبينج فور فري بعد ما هنعمل ساين اوب داخل الموقع هنبتدي كده نتعرف على الخطة المجانية اللي احنا هنشتغل عليها النهاردة فهروح هنا للبرايسنج ومن البرايسنج حيبان عندي الخطة المجانية التيربو سكرايب فري هنا عشان تستخدمه مية في المية فري ممكن ان انت تعمل ترانسكريبشن لثري فايلز فور فري افري دي يعني كل يوم ليك تلات ملفات تقدر ان انت تعمل لهم ترانسكريبشن او لتحول الاوديو لتاكست في اليوم وكل ملف ممكن يكون لحد تلاتين منتس لونج يعني ثري منتس لونج يعني مدته لحد تلاتين دقيقة ابلود وان فايل ات اتايم حتحمل في كل مرة وان فايل اللي هو ويت لونجر بيفور يور فايرز ار ترانسكريبز يعني حتستنى مدة اطول من البيت بلان لحد ما الملفات بتاعتك يحصل لها ترانسكريبشن او تتحول الى تاكست تعالوا نشوف مع بعض الخطة المجانية واستخدامها بطريقة سهلة جدا حبتدي ان انا اروح تاني لترانسكريب وابتدي هنا اقول له ترانسكريب يور فايرز فايل ممكن تعمل دراج ان د دروب ده كتاب يعني وممكن ان انت تعمل براوز فايلز وممكن كمان تروح هنا تحط لينك خاص باليوتيوب او دروب باكس او موجود عندك على جيميل او فيسبوك او تيك توك او فيمو او تويتر او اي لينك تقدر تحطه في الجزء ده فهو كمان يقدر يعمل ترانسكريبشن لللينك مش بس يعمل ترانسكريبشن للفايل فالحتة دي مهمة جدا هنا انا رفعت ملف فيديو نوع من انواع التغيير مش لازم ارفع اوديو يعني وهنا هبتدي اختار اللانجوج بتاعتي الاوديو لانجوج هو جميل كمان هو بيدعم اللغة العربية وهنا في النسبة لي المود في عندي كزا مود في المود السريع والبالانسد والمست اكورت انا هنا باختار المست اكورت يعني هو اللي بيديني يعني بيدعم برامتر كتيرة فممكن يديني نتائج اكثر دقة وبعد كده هبتدي ان انا استنى بس لحد ما يحصل ابلودنج لي الملف بتاعي لان اوين بيفور فهياخد وقت شوية لانه ملف فيديو مش ملف اوديو وحنشوف مع بعض دلوقتي عملية الترانسسكريبشن مع بعض الملف ترفع واخترت الترانسسكريبشن مود واكدت على الاوديو لانجوج ان هي بالعربية وبعد كده هبتدي اقول له ترانسسكريب ولكن برضو مبص بصة سريع على المزيد من السيتنج هنا لو في اكتر من سبيكر بيكلم داخل الفيديو بتعلم على المربع ده بتقول ان لابل اتشي سكشن of the transcribe with who is speaking كل واحد بيكلم فهنا مثلا ممكن اختار عدد اللي سبيكر اللي بيتكلمه انا هنا بس اللي بتكلم فحشيل علامة الصح من اللابل ده ترانسسكريب تو انجليش لو انت مهما كانت اللانجوج بتاعتك انت عايز تعمل لها ترانسسكريب دي الانجليش فهنا بتعلم وبتعمل ترانسسكريب دي الانجليش انا مش عايزة احول لانجليش انا عايزة اخليها عربي زي ما هي احول الكلام اللي بيتقال في الفيديو الى نص ريستور اوديو بالAI بيريموف البيكراوند نايز وبينهانس الاسبيتش هنا اذا كان الاصطناعي بيبتدي ان هو يشيل اي ازعاج او نايز او بكراوند مش مرغوف فيها من الصوت الموجود في الاوديو او الفيديو انا ممكن استخدم ريستور اوديو وبعد كده ابتدي اعمل ترانسسكريب بعد كده حبتدي ان انا اقول له ترانسسكريب انا كل اللي عملته ان انا بس اعلمت على المستأكرة وحبتدي ان انا اقول له ترانسسكريب ونشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي هنا بيبان في الحالة لحد ما بيعمل علامة الصح كده يعني بيبقى في برسنتج لحد ما توصل لعلامة الصح بيبقى كده خلاص هو خلص حبتدي ان انا ادوس على الملف بتاعي اهلا بكم مواقع زكية الاصطناية اصبحت دلوقتي موجودة بكثرة زي بالضبط ما بتكلم بالعامية المصرية هو اعطيني بالضبط الترانسسكريب وده حاجة من الحاجات الكويسة جدا انه معنا كده نهو متقدم وبيفهم كمان العامية الخاصة باللغة زي ما احنا شايفين هنا هو شو تايم ستامس ممكن تشيل العلامة الصحي دي فمش هيبان عندك لو انت عايز تاخده كوبيو بيست على الورد مثلا على سميل المثال او لو انت عايز التايم يظهر فبتعلم على التايم وهنا الترانسليت ان هو يقدر كمان يترجم لحد فوق المية اربعة وثلاثين لغة وده حاجة ممتازة جدا كمان ممكن تعمل امبورت دي الترانسسكريبت ده داخل شات جي بيتي هنا رينيم فايل ممكن تسمي الفايل بقى بتاعك مثلا اسمي الفايل بتاعي مثلا تيست ون مثلا هتسميه كده طبعا انت بتسميه بالاسم اللي انت عايزه وهنا الادت ترانسسكريبت تقدر ان انت كمان تعدل يعني لو فيه كلمة حاسس ان انت عايز تغيرها ممكن تروح تعمل ادت اهو تقف وتعمل ادت وتبتدي ان انت تعمل ادت على الجزء اللي انت عايز تعدل فيه اهو بتبتدي تعمل على جزء جزء يعني زي ما احنا شايفين لان انا حط هنا تايم ستامب فبالتالي حيعدل لك كمان على جزء جزء حسب الوقت اللي انت قايل فيه الجملة اه فيه شير ترانسكريبت فيه داونلود الاوديو اه ديليت فايل اه فيه عندك كمان بالنسبة للإكسبورت تقدر ان انت تعمله إكسبورت كBDF كDOCX لو انت عايز تعمله إكسبورت وتفتحه به الورد كTXT كSRT لو انت عايز ترفع الملف يعني كسبتايتلز على اليوتيوب مثلا او على الفيديو بشكل عام Advanced Export ان انت هتبتدي ان انت تنزله بالTime Stamps بتاعه بشكل عام حسب انت هتاخده تعمل بي ايه بتبتدي ان انت تعمله إكسبورت وهنا كمان تقدر ان انت تحط الملفات بتاعتك في فايلز علشان تبتدي ان انت ترتبها يعني هنا ممكن اقول مثلا مثلا انا بديت مثال File 1 هنا مثلا File 1 Create Folder وابتدي ان انا احط الملف بتاعي ممكن احط الملف بتاعي داخل الفولدر اهو هبتدي اقوله Recent Files وابتدي كده من الثلاث نقاط دول واعمله Move علشان اودي ليه الفولدر اللي هو File 1 فانا لو رحت ليه الفولدر ده حلاقي موجود في Test 1 ده اول ملف فانا سجلته زي ما احنا شايفين Duration بتاعي 35 seconds وهنا زي ما احنا شايفين نقدر نحنا نعمل بقى اي تعديل من التلات نقاط دول بعد ما الملف يكون محفوظ عندي زي ما احنا شايفين على الاكاونت بتاعي يقولي انتي استخدمت one of three daily transcription used تربوسكرايب مميز تربوسكرايب مميز علشان هو بيدعم الفيديو والاوديو تقدر ترفع ملف اوديو او فيديو كمان تقدر تحط رابط الفيديو بتاعك وشوفنا الكلام ده ازاي وكمان بيدعم اللغة العربية ولغات تانية كتير وبيعمل كمان translate للترانسكريبشن لو انا حبيت اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو النهاردة مع موقع تربوسكرايب بنحاول نقدم لكم كل ما هو مفيد وجديد على قناة كل يوم موقع جديد ياريت ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والكممنتر وكنت من متابعينا الاعزاء ولو كنت بتشوفنا الاول مرة ما تنساش تعمل سابسكرايب لقناة واتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته